اهلا بكم مشاهدي بتوقيت مصر في كل مكان إلى هذه الحلقة الجديدة من البرنامج ونتابع فيها انطلاق سباق التنسيق الجامعي في مصر بعد أيام من إعلان نتيجة الثانوية العامة وسط قلق كبير من ارتفاع المجميع وصعوبة التحاق الكثيرين بكليات القمة نتحدث لإنجل مور البطل المصري في التزلج الشراعي على الماء كما نفتح ملف آلام وآمال أكثر من 75 ألفا من الأقزام في مصر وفي زاوية بتوقيت الماضي وفي الذكرى الثالثة والستين لثورة الثالث والعشرين من يوليو عام 1952 نذيع مقطعا من مقابلة نادرة باللغة الإنجليزية أجرتها بي بي سي مع الزعيم الراحل جمال عبد الناصر يتحدث فيها عن أسباب حدوث الثورة ما إن انتهت معركة الثانوية العامة التي أقلقت مئات الآلاف من الطلب المصريين وأسرهم حتى بدأ صراع آخر على حجز مقعد في إحدى الكليات الجامعية هذا الصراع يعتمد أساسا على مجمل الدرجات التي جمعها الطلبة في الثانوية العامة من خلال ما يعرف بالتنسيق عملية التنسيق تلك التي يشرف عليها المجلس الأعلى للجامعات هي موضع انتقاد شديد من قبل خبراء وأساتذة يطالبون بإلغائها ويطرحون بدائل لها ومعنا لمناقشة هذه القضية الشائكة باحث وطالبة ثانوي عام وطالب جامعي أرحب بالأستاذ آدم محمد وهو طالب بكلية الإعلام جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وعضو اتحاد طلاب مدارس مصر سابقا وبالأستاذة إيمان الخشن وهي طالبة ثانوي عام وبالدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القوم للبحوث التربوية أبدأ معك دكتور كمال ولتقريب الصورة أكثر لمشاهدين لو تشرح لنا عملية التنسيق كيف تتم؟ هو على أي حال مكتب التنسيق هو حديث نسبيا بالمقارنة بتاريخ السنوية العامة في مصر تاريخ السنوية العامة في مصر تعود إلى حوالي 150 سنة قبل وضع آلية مكتب التنسيق مكتب التنسيق بدأ كإنعكاس لفكرة مجانية التعليم العالي والجميعي التي تمت في عهد جمال عبد الناصر في العام الدراسي ستين واحد وستين فكان إذا أنه أعداد كبيرة جدا من الطلاب مع مجانية التعليم تتسابق في الدخول إلى الجامعة التي أصبحت مجانية كان لابد من البحث عن آلية تضمن العدالة بين هؤلاء الطلاب جميعا وعشان كده اتعملت آلية مكتب التنسيق التي تأخذ من المجموع الكل للدراجات معيارا وحيدا للتمييز بين الأولاد جميعا طيب هنا أتحول لإيمان وهي عاشت التجربة حتى أيام مضت يعني تجربة الثانوية العامة وأيضا الآن مكتب التنسيق إيمان لو تكلمين عن تجربتك طيب مبدئا أنا إيمان الخشن شعبة أدبية قبت 90% خليني أقول بس أن السنوية العامة ما ليش برضو خطتك وأمنيتك أنك تلتحقي بكلية إيه ترى قبل معرفة والله أنا خطتي وأمنيتي ما كانتش أن يدخل جامعة حكومية أو مصرية نهائيا أنا كنت بحلم أن يحصل على منحة الجامعة الأمريكية وادخل كلية علوم إنسانية واجتماعية مش مش انبهارا بالغرب ولا حاجة بس أنا فعلا بعترف أن احنا كمصريين ماشيين بمبدأ أو بمنطق حتى كنت كتباها في يوم بيقول إن المجتمع الذي يحدد قيمة أفراده بمقدار ما يحصلون عليه من أرقام أشبه بالمزرعة التي يضاعف فيها الراعية البرسيم ليزيدها من حجم الأغناء أنا شايفة أن احنا بنتعامل بهذا المنطق احنا بنتقيم على أساس مجموعة أرقام أيوة مش 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 فكر ولا عقلية ولا أنا واحدة من الناس اتصدمت بالتسعين في المية ولأني كنت معتقدة أني أني هقدر أبدع يعني ما كنت باجي أفكر أو أكتب إجابة من دماغي بيتقال لي مش صح مش مش هتتحاسبي ده في نموذج إجابة معين أنت هتتحاسبي عليه أنا كنت بمسك الألم واحفظ إكمل يعني السؤال بيبقى ما رأيك وبيبقى مطلوب مني أنك تب نموذج الإجابة المطلوب مش 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 رأيك طب منين بتقول لي ما رأيك منين بتطالبني بأنك تب الإجابة اللي أنت عايز وطبعا بتضطر تكتب الإجابة اللي هم عايزينها عشان خاصة بتاخد الدرجة بالضبط قبل انتحان التاريخ بيوم أستاذنا كان بيحفظنا لما يجي لك ما رأيك لو لقيت كلمة عرب في السؤال هتكتب إيه ولو لقيت كلمة كذا هتكتب إيه طب الآن بقى مع عملية التنسيق أنت إيه أمالك بقى يعني والله أنا مهما قلت من أمال هي في النهاية إحصائية هتطلع على حسب المدميع الموجودة يعني مهما قلنا من أمال هي إحصائية في النهاية مش هتحقق لي أمنيتي خالص بس في النهاية أنا بحاول أتأقلم مع الواقع بحيث أني في يوم من الأيام يبقى لي يد في أني أعدل ده حتى النهاردة كان الناس بتقولي أنت رايح أصدخانة في برنامج مش هتقولي حاجة حتى تسمع به كان مهم أننا نسمع رأيك وأكيد المسؤولون سيستمعون على المرأة أني أحاول وليس عليه إدراك النجاح بزبط يعني رأي الفكرة بس في أننا عايزين نسبة قطالبة لازلنا موجودين من هنا بيدخل تربية النهاردة عشان يعالج اللي بيحصل في المدارس ودي الوسيلة الوحيدة اللي أنا شايفها بصراحة طيب آدم أنت أيضا لك تجربة يعني بعد الثانوية العامة كنت تنوي أو ترغب في الاتحاق بكليات إعلام جامعة القاهرة ولكن انتهى بك الأمر بالسبب المجموع والتنصيق إلى كلية الإعلام في جامعة خاصة بمصاريف يعني بفلوس لو تحكي لنا برضو باختصار باختصار أنا كنت طالب علم علوم في الثانوية العامة أنا كنت داخل سعبة علم علوم وعايز كلية إعلام دخلت حاولت شدنا حينة ذكرت؟ ذكرت أخذت دروس خصوصية؟ لا ما كنت مخدتش مراجعات بسيطة لأن أنا ما كنتش متطفق قوي مع الدروس بالنسبة كبيرة حاولنا جت مرحلة الثانوية العامة وامتحاناتها حصلت معي أنا كشخصية هي مشكلة شخصية ممكن ما نكمش عنها كتير بس هي لحظة كان فيه آلة التنفيذ والتنسيق والكلام ده كله ده المظاهرات قدام الوزارة والكلام ده حصل في الورق بعض الأخطاء هي مش أخطاء هي أخطاء فادحة هي اللي أصرت على المجموع وهي اللي وصلتني اللي أنا ألتحك بالجامعة الخاصة مكان الجامعة الحكومية في واحد حداشر ألفين واربعتاشر بس فهو ده اللي حصل هو ده اللي حصل لأنا أخرني على ما أخذ المجموع بتاعي بعد ما أخذته قالوا لي استنى سنة في البيت لو قايت ما نشوف بقى تدخل السنة الجاية على السنة دي بالجامعة الحكومية طيب دكتور كمال الآن هناك دعوات لإلغاء آلية التنصيق أو مكتب التنصيق تلك وهناك من يطرح بدائلها أنت ما رأيك؟ هل أنت مع الإلغاء أم التطوير أم الاستبدال بآلية أخرى؟ أنا أؤمن تماما بأن مكتب التنصيق ليس آلية ناجعة ولا آلية تقس أي شيء زي السنوية العامة أصلا ما هيش آلية بتقس أي حاجة يعني ممكن يكون آدم جايب 90% وإيمان جايب 90% بس كل واحد بيفكر بطرقة مختلفة وميوله مختلفة وقدراته مختلفة واهتماماته مختلفة فالامتحان مميز لناشي القدرات المختلفة دي يعني مش حقيقي إحنا الامتحانات دلوقتي مجرد درجة خام بتتحط ومع اعتبارات بقى الغش والحفظ وهكذا مع فكرة كمان أنه الامتحانات ما بتقس غير الدرجة الدنيا في الزكاء يعني الأولاد يعرفوا الشباب أنه الأولاد اعتبروا مخهم كمبيوتر متواضع الإمكانيات يحفظوا معلومات ويطلعوا من الامتحان ينسوها علشان يرصوا المعلومات التانية وبعدين ينسوها علشان يرصوا المعلومات التالتة إنما العملية التعليمية والامتحان بيئيس لا حماس ولا اهتمام ولا جهد ولا يعني ولا علاقة بالمادة ولا حب للمادة طيب إذن ما هي البدائل في هذا؟ أنا أظن أنه كمان يعني رغم انتقاضي للامتحان وانتقاضي للمكتب التنسيق إلا أنه كمان أنا مضطر أقول أنه الألية المضمونة لتحقيق العدالة الاجتماعية فتبقى البدائل إيه؟ أنا حوافق على اللي قاله يعني ابني آدم وهو يعني اقترح الموضوع ده السنة اللي فاتت واتكتب في الجورنال واتاخد رأيي وقلت أنا موافق بس مع وجود مجموعة من المعايير المزدوجة يعني بدل ما نلقي بالموضوع للشارع للكليات وانت بتتكلم عن خمسمية وستين ألف طالب يعني في خلال كام سنة حتضمن أنه هما يقدروا يدخلوا ويمتحنوا امتحانات قدرات فأنا مع فكرة معايير مزدوجة الدرجة اللي حصل عليها مع امتحان قدرات ويحصل التوفيق بليل امتحان قدرات لكل كليا امتحان قدرات لكل كليا طب يعني هنا بما أن آدم هو صاحب الفكرة آدم لو تشرح لنا أكتر يعني بتفصيل أكتر الفكرة أنا دلوقتي عندي فترة من انتهاء امتحان السنوية تنتين ستة خمستاشر يوم خمسة سبعة النتيجة بتطلع عندي من خمستاشر سبعة إلى حتى الآن ولحتى المرحلة الثالثة بيبقى قدامي من شهر إلى شهر ونصف في تقديم الجماعات وتقديم المراحل فأنا الفترة ديت لو هحدد منها أو يخصص منها أسبوعين هي الطالب هيستلم فيها المادة سواء على الإيميل الخاص بي اللي بيملافز تمورة السنوية العامة أو هيستلموا من الجامعة اللي هو عايز يدخلها أو الكلية والمقرر ده هيكون بسيط لمدة أسبوعين أنا أحدد إذلاي الطالب اللي غشي مستحيل هيروح يقدم في كلية طب لأنه مجرد ما يمسك الكتاب مش هو ده هو إيد اللي أنا بخدره طب إيه اللي يمنع أنه اللي غشي في الثانوية العامة يغشي في امتحان القدرات النقطة ديت أعترض المشكلة الناس اللي بتغشيش على الأولاين سواء سواء مين جغششون في دائم أيضا الكلام ده كله هي ماشية بمبدأ مواطع وصفحات ماشية بمبدأ العند في وزارة التربية والتعليم إحنا لو تابعنا من فترة قبل امتحان الفيديا طلعوا بيان قالوا لك إحنا مش هنغشش امتحان الفيديا في حالة واحدة إيه ده؟ وزارة التربية والتعليم سمعت للمطالب بتاعتنا وهي كانت إيه؟ راتب المعلم تحسين التعليم تطوير المناهج مطالب شرعية الطلبة أهالي الأسر كلها محتاجها بس لا يمكن أن يقبل أنه الرد على هكذا مواقف يكون بأنه المساعدة أكثر على إفساد المنظومة التعليمية بإيتاحة الغش يعني للجميع هو من اللي بيتيح هو طالب بييجي يقولك أنا تظلمت فأنا مش هنغشش بمبدأ كده طيب إيمان إيه رأيك في المقترح ده؟ أنت كطالبة فريش يعني أو مستجدة أنا شايف أنه إحنا كطلاب لسه ما عندناش الإكسبرينس ولا الفكر اللي يخليني أبني سيستم في ناس ليه ما بيستعانش بيها في وزارة التربية والتعليم دكتور أحمد زويل دكتور فاروق الباز الناس دي مصريين وحلموا منهم ما يعملوا حاجة في البلد دي ليه الوزارة يعني أنا كنت ماشي بمبدأ كده لو عدوك أقوى منك استعين بيه ما تعاديهوش ما أنت أنت قدامك جمهور عريك من الطلبة مش مش راضي عن اللي بيحصل فيه وقدامك تاني مدرسين مش راضيين عن رواتبهم وعندك مشاكل في دروس خصية وإلى آخره استعين بناس طلعت وقدرت تبني مستقبلها وكيانها استعين بالناس اللي ليها عقليات هل تفتكر أن المسألة متعلقة بغياب الإرادة السياسية في تحسين وتجويد التعليم ولا فعلا أنه الظروف مش سامحة يعني هو الرئيس مثلا بيستعين بالدكتور أحمد زويل وعلماء آخرين في مجلس علماء مصر وموضوع التعليم يعني كما يقال هو على رأس أولويات إلى متى ستكون الأستعانة بشكل سوري مش فعلي هنا مسألة الإرادة الحقيقية هي مش إرادة حقيقية بقدر ما إحنا أنا بتديت أحس أن دولتي ما عندهاش قوة ذاتية إحنا كمصريين مش أدري أفهم إيه أسباب أننا ما بقناش أقوى من عدونا ليه؟ أنا شايفة أن التعليم أعظم وسيلة تبني دولة وفي مئات المعاديين لدولة زي دات أنها تبني أو على الأقل فساد عقل الشباب اللي أنا شايفها بشكل جزري دلوقتي وكنا بندرس في جغرافيا أن مصر نسبة الشباب فيها عالية جداً أما في أوروبا والدول الغربية فنسبة المسنين فيها أعلى طيب إيمان أنت رغباتك هتبقى إيه بالترتيب لو تقولي لي أول ثلاث رغبات اللي هتقدميها في مكتب التنسيق أول ثلاث رغبات أنا أما بدأين أنا أصلاً ما كنتش حابة سياسة وقتصاد لأن أنا شايفة أنها وصيلة مش ما بتأكلش عايش بس في نفس الوقت مش هتعقل اللي أنا عايزة بالقدر الكافي أعلام كان إلى حد ما طموحي بس أنا عايزة أقول حاجة لكل طلبتي سواء اللي في سني أو اللي لسه دخلين سنوية عامة وازن بين قدراتك وميولك وبين كلياتك ما تدخلش كلية عشان نظرة المجتمع لو أنت شخص يعني كان حتى مدرس ألهادي لو أنت أحبة بتحبي كمبيوتر وفي علمي رياضة ما جبتيش ما جبتيش حاجة تدخلك حسبات ومعلمات ادخلي معها تفني كمبيوتر وهتبقي أنجح من شخص خارج من كلية مش حبابة طيب قلنا إعلام وإيه ثاني لو ما جاتش إعلام هتجيلك إيه أو عايزة يعني إعلام ألسن بعد كده عجبني أقسام أدب جداً فسواء أدب قسم إعلام أدب قسم لغة إنجليزية يابانية هل أنت متفقل أنك هتدخلي مرحلة أولى أبطل لأ حسب المؤشرات لحد دلوقتي أدب 82% وأنا 90% فبإذن الله مرحلة أولى طيب دكتور كمال أخيراً هناك حديث عن قانون الثانوية العامة الجديد هل تعتقد أنه سيغير في الأمور أشياء؟ لا للحقيقة لا يمكن تصور أنه القانون الخاص بالثانوية يغير كل حاجة لأنه في الحقيقة إحنا عندنا مشاكل في المعلمين ومرتباتهم الهزيلة التي تخليهم ما يتفرغوش للعملات التعليمية علماً بأنها تحسنت كثيراً وتحسنت كثيراً ولكنها لم تصل إلى حد الطموح للوحد متخيله لكن هذا حال بقية الموظفين في الدولة وما معدى فئات معينة معلش بس أنت في الآخر أنت بتطالب بنتيجة فأنت محتاج تدي مرتب مقترم عشان تطلب منه أنه يعمل إيه؟ فأدى المعلمين تطلب طبعاً زيادة كبيرة في ميزانية المزارة طبعاً عندنا مشكلة في المناهج اللي معظمها متطرف معظمها ما لهش علاقة بالواقع معظمها لا يصير حماس ولا حمية للطالب للمعرفة عندنا مشكلة في طرق التدريس اللي بتعتمد على ثلاث مفردات احفظ، تذكر، سمع بينما التعليم الحديث أهم على لاحظ، فكر، عبر على سبيل المساعدة لدينا مشكلة لدينا مشكلة في الإدارة كل عناصر المنظومة التعليمية بالضطط فنقصد القانون لوحده ما يحلش مشاكل المنظومة لما يبقى يعني ظاهرة متنوعة ومركبة لازم تفكر فيها بطريقة مركبة مش بنظام امتحان الدكتور كمال مغيث الباحث في المركز القومي للبحوثة التربوية شكراً جزيلاً لك وشكراً إيمان الخشن طالبة ثانوية عامة وبالتوفيق إن شاء الله وشكراً آدم محمد الطالب في كلية الإعلام بجامعات مصر للعلوم والتكنولوجيا شكراً جزيلاً لكم شكراً أرحب بكم من جديد مشاهدي بتوقيت مصر في كل مكان وأرحب أيضاً بضيفتي في هذه الفقرة من البرنامج إنجي المر البطلة المصرية في رياضة التزلج الشراعي على الماء أو ما يعرف بالكايت سيرفينج إنجي أهلاً بك إلى بتوقيت مصر وإيه حكايتك مع الكايت سيرفينج أو التزلج الشراعي على الماء أهلاً يا أكرم إيه الأخبار الحمد لله طمام إيه حكايتني مفيش أنا كنت من 3-4 سنين كده كنت بروح مع أصحابي أجانب الجونا وروس صدر وبتفرج عليهم وهم بيلعبوا كايت سيرفينج وأنا متأكدة إن دي حاجة صعبة جداً وإزاي حقدر أعملها ببورد وشكراً أصحابك الأولاد غالباً لا أولاده وبنات بس بنات كانوا أقلب كتير قوي هو كايتمين لي ولاد هما اللي بيلعبوا اللعبة دي وقعدت كتير قوي لا أكيد اللعبة دي صعبة جداً ومش حعرف أعملها ومش حتى مش هجرب أعملها لأنه هتركز إزاي كايت مع البورد مع الهوى مع الحاجات دي كلها مع بعض مع البحر It's really difficult صعبة يعني أنا كنت حساها صعبة فقلت لا خلاص مش هجرب وبعدين بعد ما خلصت تصوير مسلسل الخواجة قلت طيب أنا عايزة أخلص المسلسل أبتدي حاجة كاستايلس أو مصممة أزياء بالظبط لا كنت ساعتها لسه أسيستنت أسيستنت في بداية عملك فخلصت بعد التصوير أنت عارف تصوير بي أمور هكذا خلصت وقلت طيب عايزة أعمل حاجة جديدة طلعت رأس صدر قدت هناك شهر أخذت الليسنز وأنا في الليسنز دروس دروس بتاعت كايت سيرفين بالظبط هي المفروض بتاخد ثلاث تيام في جهة أو مدرسة هو الليسنز الدروس تل مفروض ثلاث تيام أنا خدت أربع تيام لأن أنا كنت عارفة أن أنا مش هعملها يعني ثلاث تيام والمفروض بعدها ثلاث تيام تطلع على البورد يعني ثلاث ساعات في اليوم وبعدين المفروض تطلع على البورد مكلفة بقى الدروس أوه شوية يعني شوية أوه واضح أن هي رياضة للأثرياء يعني يعني مش قوي يعني بس الدروس دي وفي رابع يوم خلاص أنا مش عارفة أطلع على البورد وكنت فقدت الأمل تماما وقلت لو ما طلعتش على البورد النهاردة خلاص أنا مش عايزة أعمل الرياضة دي وخلاص كده بس وليوم هطلعت على البورد عشان صممت أن أنا لازم أعملها بدأت رحلتك مع الرياضة ابتديت بقى كنت بتقدم بسرعة قوي بصراحة حبتيها عشان حبيتها وعرفت أن أنا ممكن أعمل أي حاجة ديتني سكة في نفسي أنني أقدر أعمل أي حاجة لأنني في الأول خلاص كنت مستصعبها وعملتها فابتديت أتقدم بسرعة جدا وإنستركترز كانوا بيساعدوني الناس في السنترز كانت بتساعدني هي أصلا الكوميونيتي بتاعت كايت سيرفين كل الناس بتساعد بعض بنعلم بعض حاجات جديدة طول الوقت هي رياضة جديدة أو حديثة هي في مصر آه يعني بقالها آخر ثلاث سنين بس اللي المصريين بتدوا يشاركوا فيها قبل كده كانت أجانب بس حتى السنترز في أي حاجة من الحاجات دي كانت أجانب بس هل هي رياضة أولمبية ولا مسا؟ المفروض آآ الأولمبيات اللي فاتت المفروض هتخش فيها بس ويند سيرفين اللي دخلت مش كايت سيرفين بس المفروض الأولمبيات اللي جاية حيبقى فيها كايت سيرفين وإيه الفرق بين الكايت سيرفين والويند سيرفين بوسها 49 مختلفة تماما بينهيند سيرفين أه الكايت سورفينج بورد بالكايت الكايت دي يعني التكنيك بتاعها مختلف تماما والكايت سورفينج فيها طول الوقت انت بتتقدم يعني طول الوقت عايز تتعلم تريكس جديدة عايز الاول تلف وبعد كده عايز تعمل كفزات كفزات اعلى وبعدين عايز تعمل باك رول عايز تعمل فرونت رول وعايز تبقى فيه مجال لتطوير الاداء والتجميد يعني هي طول الوقت والاضافة كمان تقدر تضيفي حركات جديدة فيها من عندك طول الوقت بتتعلم حاجة جديدة مش بتوقف حتة معينة طب واضح ان هي رياضة مكلفة كمان يعني هل هي زي ما قلت مقدرش الفقراء مرسوها يعني انت طبعا لو تحكي لنا برضو لا بس انا عشان بشتغل بتجيب التمويل منين والاجهزة بتاعتها الغالية يعني انت العدة بتاعتها المعدات بتاعتها بنجيبها من برة لان كانت من كذا سنة مفيش خالص في مصر السنة دي بس ابتدى ناس تبتدى تجيب من مصر عشان ابتدوا يلاقوا ان في ناس اكتر بتخدش في رياضة تقريبا عايزني اقول متأكد اصدمينها يعني انا البرد اخر ببرد جبتها كانت باربع ونص اربع تلاف ونص او بلاشت صدقني بلاشت خوالي خمسون دولار او شيء او لا هي غالية شوية طب انجي ايه البطولات اللي انت شفست بيها ترى دخلت مصابقة بتتعامل في سول كايت سيرفين في هاسياندا في راسيد المفروض هي بتتقسم بنات وولاد كذا حاجة انا خدت تايتل دي بطولة دولية لا بتتعمل عمستوى مصر بس بيجيلها اجانب من كل حت يعني اصد بيشارك فيها بيشارك فيها اجانب بيشارك ناس من ساوط افريكا بيشارك ناس من نيوزيلاندا ناس من المانيا ناس من فرنسا السنتر اصلا بيجيلنا ناس كتير جدا وانت فست بالبطولة فست بالبطولة كبانات اه اخدت تايتل ان انا عملت اعلى كافزة كانت اربع ثواني طبعا بالنسبة لك دي حاجة قليلة قوي ثواني في الهواء اه بس لكن ده يعتبر انجاز يعني يعتبر انجاز وارتفاع القفزة كان قدية ترى اه مش متأكدة بصراحة مش متأكدة بس تنيتي في الهواء او ضبليت في الهواء بس اعادت شوية اه ويومها كمان الكونديشنز بتاعة الكايتين كانت صعبة يعني البحر كان عالي والهواء كان جامد قوي اه بس لا يعني عنيت وانزلت وانا ما كنتش متخيلة طبعا ان انا حكسة باي حاجة وانا نازلت كمبيتشن تماما ما كنتش هل الرياضة دي فيها مخاطر معينة فيها شوية او يعني لازم تبقى بتعرفت عموم اكيد اه لازم تبقى قدر تتحكم في البورد وفي الكايت مع بعض يعني تركز في الحاجات مع بعض اه لازم تخلي بالك من الناس التانية اللي بتكايت معاك عشان انت ممكن لو انت مش عارف الرولز بتاعتها تخش في حد تاني يحصل استضام اه لو انت مش عارف الرولز وناس كتيرة قوي مش بتاخد بالها من الموضوع ده بس بس يعني لازم الناس تبقى سيف شوية في الكصة دي طب شعور البيت عندك واصدقائك من الرجال ايه طرح ما حدش قلك سيبك من اللعبة دي دي مش لعبة بناتي او مش مناسبة لا بالعكس بالعكس يعني كل الناس اللي عرفها بيشجعوني وفي بنات كتيرة دلوقتي يعني السنة دي واخر السنة اللي فتت بنات كتيرة بتادت تخش في الرياضة دي اكتر من الاول بكتير ومصري يعني انت بتشجع ان البنات طبعا طبعا لان هي رياضة بتخليك تفصل بقى عن كل حاجة في الدنيا بتطلع ناجت في الانيرجي اللي عندك يعني بتخليك افضل افضل بكتير صحيا فتنس عندي بقى احسن بكتير من الاول بقى عندي ان انا اقدر اعمل اي حاجة ده يعني فور شور لان بقولك ازاي ما قلتلك في الاول ان انا ما كنتش عارفة ان انا اقدر اعملها ولما عملتها هل لو وصلت الاليمبياد اللي جاية هت ممكن تشارك فيها لازم اتمرن من بالوقتي لساعتها هتحتاجي تدخلي تدخلي في مستوى اخر اعلى عشان تنفسي في الاليمبياد هل متوقع ان هي تدخل في الاليمبياد اللي جاية اكيد ولا احتمال المفروض المفروض هما كانوا بيقولوا نهاية تخش الاليمبيكس اللي جاية طيب انجي انت كمان ستايلست او مصممة ازياء هل ايوهما هل الرياضة هواية والوظيفة هي ستايلست ولا الاتنين هواية ولا بتتعني معهم ازاي وبتوفقي ما بينهم ازاي هقولك بشتغل يعني انت عارف طبعا هنا سيزن رمضان شغل كل الكلام ده موسم فبشتغل على قد ما بقدر وبعدين الوقت الاجهزات بتاعي بطلع اتمرن برجع اشتغل تاني يعني بحاول ازبط التصوير والالتزامات في رمضان متعب ايوه بتستمر شهور هل ممكن تتوقفي عن التدريب لشهور بقى ما هو بطر لانه في الاخر شغلي يعني انا من شهر واحد لحد دلوقتي كنت روحت مثلا خمس ست مرات اكايت بس المفروض عندي تصوير كمان الاسبوع ده هخلص تصوير وروحوا هناك لحد الكمبيتشن بس هل الاتنين هواية بالنسبة لك ولا واحدة هواية واحدة ووظيفة او اكل عيش يعني اللي هو الستايلست نح يعني ستايلست وظيفتي اللي بقى لي تمان سنين يعني كنت الاول أسيستنت مع دينا نديم عملت معاها كذا حيجة عملت معاها الخوايجة عملت معاها صرايا عبدين عملت معاها جماعة عملت معاها احكي شهر زيد عملت معاها ولاد العام عملت معاها كذا حيجة السنة دي بتديت اشتغل وحدي مينلي مع علي علي مخرج اعلانات ووقتي الفاضي بروح اتمر انت كمان عملت اعلانات لأحدى شركات المشروبات الشهيرة ايه اللي دخلك بقى عالم الاعلانات الفلوس ولا ايه لا خالص انا اصلا هم عاملين كثير جدا عشان يشوفوا مين بيعمل حاجات مختلفة في مصر عشان يطلعوه كأجزامبل في الاعلانات بس لقيتهم بيكلموني عشان اعمل الاعلان لانه حاجة مختلفة بينتو بتلعب حاجة جديدة وكسبة فهم اكلموني وبالنسبالي يعني حاجة حاجة حلوة انه نوري للناس يا جماعة ما تحكموش على حد كده وخلاص لازم تبقوا عارفينه الاول وتحكمو عليه هل معنى كده انه ممكن يبقى عندك طموح بقى بعد كده انك تكوني ممثلة لا اكيد ما بتخططيش لحاجة ازا كده مش عارفة ممثلة ومذيعة يعني مش بتها ما بتها يقليش لا يعني هخليني في الستيالينج وحخليني في الكايت سيرفينج لحد دلوقتي طب بالنسبة للكايت سيرفينج بقى هو يعني السن الاعتزال او ان خلاص تبطالي لعب فيه ناس بتلعب عندها 70 سنة اه اوكي يعني ممكن تستمر بقى فممكن او وهي حاجة كويسة جدا لصحيتي وكويسة جدا للياكتي طب في المستقبل بقى ايه خطتك هل عندك خطت خطتي القريبة ان فيك كومبتشن بتاعت كينج او دي لاجون برضو في شهر 9 اه اه عايز اخش كومبتشن وعايز اكسبها طبعا طبعا عايز اكسبها دي القريبة البعيدة انه لو عرفت اتمرن وابقى احسن كتير اخش فيه فيه كومبتشن في ساعة افريكا اسمها بيج اير دي نفسي اخشها بس هي صعبة جدا بس دي فيه هل هي كومبتشن او منافسة بطولة دولية اه دي بتتعامل في جنوب افريكيا او بس دي لطب لعيبة في العالم كله و فيه بي كي ار اي دي برضو كومبتشن بتبقى في كل حتة في العالم يعني هي من بس خلاص نعم امجي المر البطلة المصرية في التزلج الشراعي على الماء شكرا جزيلا وبالتوفيد thank you شكرا شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا